اشتركوا في القناة وخلال الافتتاح اكدت الشيخة مرام بنت عيسى الخليفة على همية مهرجان خيرات النخلة والذي اثبت في موسمه الرابع وخلال المواسم الماضية مدى هميته للحفاظ والاحتفاء بهوية البحرين الزراعية وتاريخها العريق مشيرة الى مدى حرصها على الحفاظ على اسم البحرين كام المليون نخلة لانه جزء لا يتجزأ من الموروث الثقافي والتراثي العريق لمملكة البحرين واشادت الشيخة مرام بالدعم اللامحدود من جلالة ملك البلاد المعظم والتوجيهات الكريمة من قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتلمية القطاع الزراعي بهمية الحفاظ على هذا الموروث واصرح الدكتور خالد احمد حسن وكيلو شؤون الزراع والثروة البحرية ان وزارة شؤون البلديات والزراعة تحرص على اهتمام بتطوير القطاع الزراعي لسيما قطاع زراعة النخيل من جدبها قالت السيدة دلال غيس الرئيس التنفيذي لبنك البحرية للتنمية ان مهرجان خيرات النخلة الرابع يعتبر حدث مار التعاون والمبادرات الهدفة الى دعم وتطوير المنتجات الزراعية والوطنية ويستمر هذا المهرجان على مدى ثلاثة ايام في الفترة من الثالث وحتى الخامس من اغسطس بمشاركة العديد من المزارعين والشركات الزراعية والحرفيين والاسر المنتجة اشتركوا في القناة